رمز الشخصية شخصية مركبة ومريئة بالتناقضات خيوتها متشابكة السؤال فكيت رموز وشفرة الشخصية ازاي عشان تعملها بهذا الاتقان وهذه البرعة خناء ابتدت بافكار رفضها كتير جدا من افكار رمزي والماتيريال الكتير اللي انا اتفرجت عليه مع انه يعني كل الماتيريال اللي انا اتفرجت عليه ما كانش كتير كان قليل حتى اللي اتكتب عنهم ما كانش كتير خالص انت قلت لي اربع شخصيات شكري مصطفى ابو بكر البغدادي وسامة بن لادن البنة البنة انت بقى فكيت الشفرة ازاي عشان تقدر تعمل وفي الاخر انده رسمت شخصية خمسة يعني في الاخر رمزي ده شخصية خمسة ممكن يكون فيها قواسم افكار لكن رمزي شخصية خمسة ولا واحد منهم لا 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 شخصية خمسة يعني رمزي يعني فينا شافت ان رمزي اقرب جدا ان يكون اسامة بن لادن وفي المرحلة الاخيرة لان هو شكلا لما تشوف الصورة دي ولبسا ولبسا مصبوط الصورة البعض كده المرحلة البعض كده انت هتشوف بغدادي بالاسود باللبس الاسود مظبوط والقبل كده هتشوف شكري مصطفى في الدقن الخفيفة وبعدين هتشوف البنة في الدقن الاتقل شوية في بعض في لبسه يعني البدلة دي كان بتاع شكري مصطفى بيلبس كده والبنة كان بيلبس كده البدلة لما لمس بدلة في الشتاء لبسها بالبلوفر ده السابعة قربنا من كل الحاجات الحقيقة وليلة ماجد الستايلست عملت مجهود غير عادي في الشتاء دي بينهم عامل مشترك لان النبع واحد والهدف واحد بيختلف شوية تسلسل الجماعات دي من ساعة لما ظهرت الإخوان وبعدين بقى التكفير والهجرة وبعدين بقى مش من حقك تكفر ولا تهاجر من حقك تهاجر كان المسلسل مفكرني باختراق أنا كنت عامل أرشفة للتاريخ الجماعات الإسلامية في مصر من فترة طويلة جدا الحقيقة فواضح أن كنت كنت عاملين توثيق يعني واضح أن عبد الرحيم كمال كان عامل توثيق للموضوع الحقيقة خصوصا لما اتكلمت عن الفانية العسكرية ومقتل الشيخ الدهبي وغير طبعا